السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج عبدالله طالب صلحاني أبو أحمد وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة حاجي حصلت على أسلحة من الجيش البريطاني قبل ما يغادر أبدا فكرت بشراء السلاح فكرنا اشتريته السلاح كان عادي البرودي ميدة جنيه فلسطيني نعم ميدة جنيه فلسطيني اشتريت قطعة نعم اشتريت قطعة السلاح أخذها مني فوزي انطاني برودة فرنسوي ام ثلاث حبات طيب بالأول حاجة انت اللي واحدك اشتريت عام ولا اللي قل له انسان عندش تقدر قال لي انا هوني عنديش اسلاح في بيته قل لي اذا علمت التربان عنده تعريبا انا في بيته فاش قطعة السلاح وقليل ما عندش قليل ما عندش هلا اه قليل واحلي بزرتمين في بيته ما فيه قطعة السلاح ليش لحد ما بحاجة الى شوفي وقت الايجابي شوفي ما عندك تقدر تقتلت انت واحد انت يسحب السلاح ما عندي حرب المخيمات كان عندي عطى اسمه شميزر الشباب تحت السافية تبعتي قالوا لي محجاك تبدي لحالي ومحجاك انت تطخ انت عطوا اياها واني كان يدافع بيته ما اشتريت اليوم برح تلات عماني ما اشتريت ما اشتريتش طيب يا حاجة انتو في القرية في الضيعة في البصة فكروا الناس لو حشتروا اسلحة من وين يا حاجة كانوا يجوكوا للقرية ولا تروحوا لهم لا جيبوا للقرية طيب من وين هذول التجار حاجة جيبوا من الشار نعم في من لبنان حاجة ثلاثة عماني دروزة اللي كان يجيبوا دروزة طيب شو انواع البنادق اللي كنت تشتروها يا حاجة اللي بدك اياها فرنسوية فيه انجليزية فيه كندية فيه طيب كان كل واحد يشتري لي وحده ولا كانوا تجمع الناس فيه يسمع بحده لا واحد اشخصت انا بدي اشتري انا بدي اشتري فلال فلال جاب اسلاح طيب حاجة كم قطعة تقريبا اشتريتوا انا انا واحد اشتريت انا مالي في غيري القرية اشتروا اسلحة حاجة فيه عندي اسلحة ولما طلق اسلموا اللي بجيش لبنان طيب كله بلادق انجليزي حاجة اشتروا ولي اشتروا اشياء ثانية اشياء ثانية فيه فرنسوية اصيري اخدواها فيه تراشوية طويلة بس لما اجل الطورة هلا بس لك عمم فضل بس هلين بالاول افهم انه ابناء القرية فكروا اشتروا 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 كيف افروا المال لشراء السلاح يا حاجة؟ هاللي معه ما اشتروا ما احد باع بقرته او ذهب مرته مثلا لا 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 ما بيع ذهب لما سقطت زين طيب حاجة بتعتقد انه اللي اشتروا بنادق يعني عشرة خمسة عشر واحد عشرين اكثر تقريبا طيب لما اشتريتوا بنادق عم اشتريتوا اذا خائر محا البرو دي باعك خمسين ضرب خمسين طلقة يعني خمسين طلقة طيب لما اجي فوزة كورج جي راح نجي عخوزة الكورج طيب حاجة اه ام تكتمل وصول السلاح للقرية؟ يعني ام تصار السلاح بين ايدين الناس؟ باي شهر بثماني واربين يا حاجة؟ مش اكلم العشرين يوم لما سقطت داريا لما سقطت داريا لما سقطت داريا لا حاجين دلوقهم صحيح مازبوط كلاما يعني تقريبا مشها الاربع عمين انتو اخذتوا السلاح ماذا اشتريتنا؟ صارت الناس اللي موقع تيجي الطجار بي بدو السلاح انا بجيب له شو الاطع اللي بدك اياها؟ طيب حاجة حاجة ادربكو على استخدام السلاح؟ ما حاجة ادربكو طب كيف ادربتو يا حاجة؟ ما ادربتو كيف استطاعتو استخدامها يا حاجة؟ بس دفعنا نفس طيب يعني اتعلبت الرماية الواحدكو حاجة؟ طيب فكوا تركيب البندوقية يا حاجة مين اعلنكو عليها؟ من كل حالكو يا حاجة؟ امخالتي اردحتي شو اسموه؟ اردحتي هو بفكر بركبها وبسويها هو علمني عليها في واحد علمك عليها؟ طب غيرك مين علموا يا حاجة؟ اذا انا برش لما انت عدك عطع السلاح انا مارك كيف تعلم وانا بتعلمتش انا هو بالمخيم انا معديش عطع السلاح ولا بيت الا عنده قطع السلاح حرب اللي مخيمات علمت وضهرات واحد واحد كل المسلسل واحد والمعلم واحد المخرج واحد المخرج واحد بس المنفيف مش واحد كل مرة واحد شكي بس الوجوه مغيّة نعم المنفّس واحد بس الوجوه بطعته غيّة المخرج ولا معلم واحد بس الوجود تتغير بس اسلوب واحد طيب حاجي كان في حدا مسؤول عن الدفاع عن القرية بهذاك الوقت يا حاجي؟ ما فيه حراس مينو فيها يعني كل واحد محاله يا حاجي؟ اه حراس مينو فيها طيب كنتوا تلبسوا زي عسكري حاجي؟ لا 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 اوعى لاني لبسها طيب فيه حدا اشترى حممي رشاش؟ ما فيه رشاشات تومي جيمس تين جيمس؟ من بقدر اشتريه؟ خلصوا تشكات مملكي جبلو؟ الخرطوش اللي بقى اللي انتي يجي اشتريه طريقة تومي قادم؟ نعم او رشاشة كبيرة خلصوا النيبة جبلو رشاشة من سوي عصا؟ عصايا كبيرة عصايا كبيرة حاجي؟ عصايا كبيرة حاجي؟ طيب حاجي ايضا ما كانش فيه خطة للدفاع عن القرية اشي عشوائي حاجي؟ عشوائي متقين على الله عن الجيش اللي انت طيب حاجي عندك مجموعات رح اسألك انه هذا الجيش التعبان يخد عشكر على البذر عندنا طيب لا انا قصدي انتم مدافعين على القرية كم واحد تقريبا كنت يحاجي؟ يعني عدد الاسلحة عشرين قطعة تقريبا شي اربية واحد؟ يعني اكثر من عدد الاسلحة يحاجي؟ لا فيه اسلحة فيه اسلحة بعد ذربي هذا مو عفرد هذا معه برودة نعم هذا معه برودة فرنسوية هذا معه قطعة غير طب اجاكو ثوار حاجي من خارج القرية؟ لا بيش غير جيش الانقام العسكر على البيتر لا انا قصدي ثوار عاديين عادي لما ايجي على البيتر احنا ارتحنا تقريبا طيب يا حاجي هذا الجيش جيش الانقام؟ بقيادة مين اجاكو؟ يعني اللي كان على البيتر مين يا حاجي؟ القائد اللي كان على البيتر؟ فورز الكهوجي وشاكين بوحاب شاكين بوحاب دلسو نعم فورز الكهوجي هو طب كانوا لابسين زي رسمي حاجي زي عسكري ولا مدنين؟ عسكري عسكري؟ شو كان معهم اسلحة يا حاجي؟ من جميعه فيه معهم مدافع مثلا؟ نعم مدافع سيارات سيارات ورشاشات حاجي؟ رشاشات وين تمركزوا حاجي؟ على البيتر؟ على البيتر يعني من جنوب القرية حاجي طيب شو عملوا؟ بنو خيام بنو اشي؟ شمادر بصر شمادر قاعدوا احنا جاينا حماية لكم طيب حاجي فوز الكهوجي كان قائد جيش الانقاذ كله مين كان المسؤول عن السري؟ واحد اسم ساري بيك ساري بيك شو أصله هذا ساري بيك حاجي؟ بارش عراقي؟ أردني؟ يمكن أردني يمكن أردني؟ يمكن يمكن انت ما بتعرفي حاجي؟ يمكن أردني اللهجة حاجي نتذكرها؟ المهم انه ساري بيك عظيم طيب حاجي كم عددهم كانوا؟ بارش طارش مية بيتين مسأل؟ أكثر أكثر منين؟ طيب طولوا عندكم يا حاجي؟ اجوا عشرة الشهر نعم صاري خشوا بالأدماء ما تخافوا احنا جاينا حماية لكم وإحنا مداتا عنكم شو تبدك يا بعمل؟ بدكوا خرطوش والساعدين جيبوا خرطوش أدماء بدكوا كنت أعدا ما كنت في المعطاوية يشوفوا اسم القطع اللي معاتا أجيبوا خرطوش أدماء بارك الله فيك طنع الدور الي أنا تشمع الخرطوش أدماء 150 ضربة هذه بعمله شو يشوف سأجيب لك 300 ضربة خذ هاي البرودة أجيب بقى موجه من مردها أعتك بس حمايه لأنا بارك الله ثاني عمرت لعنده على الشادر راح يجيب بعده ما إجارش ياليوم؟ 13 شهر رحنا على الباذر أمنا 17 شهر بلين بالليل راهي قلنا يا عمي قال صعطة الزيب وكم يحضر قالنا احبت طيب يا حجي جيش انخذنا مكان عمكو أكلوا وشربوا على ملاعنة هوي هم يعني يعني هم ما طولوا عنكم مرضويا حجي لا زفر ما تعطيهم بس طيب حجي أجابوا جنوب نظاميين عرب؟ نعم جيش عربي أجابوا؟ أبدا؟ ما شاء الله ما شاء الله طيب حجي من بساطة والتاكسيات مثل الشرعة شفت هذا الشرعة اليوم أحكاتوا فيها طيب حجي لما أخذوا منك القندقية حتى يبدلوا لك أو جهولك أبطوا لك برودي فرنسوية أم ثلاث حبات أخليها معاك أبوك من جمع خلطوشها أبوك من جمع برودي هاي من جمع هاي تختها عني تندية رصاص بركبش على بعض نعم أخذوا منك لوحدك أو أخذوا من برد؟ نعم أغلب العالم أنتونية مش بسأل إليها طبق طيب وأعطوهم كلهم فرنسي أحجي؟ تقريباً تقريباً ثم أنتون جفت مش فوتي صيد عصافير يحجي فيهم؟ بس دبابير مش عصافير مش صيد دبابير ما يرى؟ زجي كنى لوحد أحد أعطوهم لا إله إلا الله أحد طيب يا حاجة أنت تأكد أن جوش عربية ما عجب؟ لا ما detriment جوش نظامية ما عجب؟ أعطوهم صفصفت جيش عرائي وأجيش مغربي مغربي صفصفت لا عندكو ما وصلوا واحد لا جليلي الشمالي اجوا صب جليلي الشمالي اجوا ليش مغربي طيب حجي انتو بلينتو استحكمات للدفاع عن القرية حجي ولا حفرتو خندق ولا خندق ولا بندق طيب حجي عملتو تنسيخ مع القرى المجاورة للدفاع عن القرية لا بعد عنا القرى قريب عنا في السعدة طيب يا حجي ليش ما بلتو استحكمات مش هندافع عن القرية ما مر علينا هذا الشي مش مر علينا لما احنا وقينا ما شكنا هذا الشي نسمع فيه حروب نعم نسمع انه فيه حروب طيب حجي كنتو تعملوا مناوبة ليلية لا حرس حرس نعم رضا فنتطع نعمل حرس لو عدا جمي بير ما فيش طيب طيب كان فيه مسؤول عن هاد المناوبات يا حجي ما فيش مناوبات المناوبات حجي طيب يا حجي طيب حجي قبل ما تطلعوا آه رحتوا فزعات لقرة ثانية لا ولا واحد ما تطلع من بلده صار حرب بالكابري صار تقتلهم يوليهم بالكابري ما رحتوا لا طيب ليش يا حجي بعيدا حجي جاكوا لاجئين يا حجي لا ولا لاجئ ولا لاجئ ولا مر من عندكوا حدا يا حجي لا فش عنا طريق طريق عنا مكي صوب صفات صوب الدير كل العالم طلعت مغادر صوب الدير القاسي طريق على لبنان عربيش على عيك الشعب كل ديك المناطئ رحد طب حجي مغادرات كل القرية كانت مغادرة جماعية ولا كان في ناس في ناس حربوا قبل الناس حسب حقرب الناس إلا عم أمرا أنا قصد حجي يخفي ناس طلعت قبل قبل مجي الجيش اللي كان طيب شو كان نظرتكم منهم يا حجي اللي طلعوا قبل ولا شي لأنه كان يقولي جيش الدفاع الإسرائيلي جيش الدفاع الإسرائيلي لما فيه جيش الإنكاض جاي جاي يحمينا جيش الإنكاض عربي طيب حجي فوزيك هوجي أيام سمت الستة وتلاتين إذا صيت جاي فوزيك هوجي فوزي بيك كان أوليه من سمت الستة وتلاتين كان من سمت الستة وتلاتين شو كان من سمت وتلاتين فوزيك هوجي فائد طيب يا حجي اللي خرجوا بكير من القرية عددهم بسيط ولا عدد كثير؟ لا بسيط أكثر شي مسحيرة على المشار على المشار المسعي طيب يا حجي ما حذرتوهم ما حكتو لهم أنه هذا يعني ما بسير مثلا لا يتم بسير لما صارت مجزرة هولي رحت العالم طيب حجي تمت المغادرة علم الشعب علم الشعب كلها طيب حجي يعني إثناء الترقب وأنتو تترقبوا أن اليهود ممكن يجوكم بأي لحظة وخايفين من هذا الوضع هل بطلتوا تشتغلوا في الأعرب؟ هل بطلتوا يعني؟ ولا حدا لما سقطت قالوا أنه والله مزر الدين ياسين بطل حضروا عشوه وقالوا أنه والله البروي سقطت والبروي رجعت الجيش الإنكاذي ونزلت للكابري ابن الكابري إجوا على الزيب وقالوا شفي بعد فيها غير ثلاث حبات عصاي أحسن منها واحد اسمه مستر بريدي والله أخذها والله أخذها كارت والله أخذها كارت شد فيها طيب حجي اسمعت عن مجزرة الدير ياسين؟ شو اللي اسمعتوا عنها يا حج؟ كان بعج النسوان وإيم والد منباط دعياتك بيري وممكن كون عصاي أكتر مجزرة الدير ياسين بعجل مره بعجل زلمي وأتعدوها دمع تضعت أشعة كبيرة اسمعتوا عن انتهاك العرض حجي؟ نعم طب اسمعتوا هذا الكلام بالراديو حجي؟ لا العالم الناس؟ طب تتوقع حجي أنه كان في مبالغة ولا كان صحيح كل الكلام؟ لما انصارت مجزرة الزيب وعنا مية بالمية صحيح شو هي مجزرة الزيب يا حجي؟ بيدي في البلطات البيوت المنطرفية يعني ضربوا البيوت في البلطات ولا ضربوا الرجال والنساء؟ لا فتح البيت ويقعد صغير والكبير قبل صغير كم واحد عمي؟ يعني العد التخريب باز صغير هي باز صغير هي هربوا بالزواري على شطي وعنده الزواري كله هرب بالزواري في البحر لأنه هي زوارية موجودة موجودة بالبيوت طيب حجي غير مجزرة الزيب سمعتوا بمجازل أخرى أيضا؟ سمعني أنه بالماصر وسمعني أنه بيافة وسمعني أنه بيافة وسمعني أنه بيافة طيب حجي استشهاد القائد الكبير عبد القادر الحسيني في القسطل بالأسطل نعم كان له تأثير على وضعك المعنى يا حجي أنه انتهيت خربته يا حجي خربته لما سمعته الكلام؟ لما نسمعنا أنه بفة عبد القادر الحسيني ما حدث لا في المجال طيب حجي كيف كنت تتابعوا عن بقى الحرب وعن بقى القدل والطرب؟ بالرادية 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 الجريدة بتبادع الصحبة بتعمل الجريدة الرادية طيب حجي صاره هجوم على قريتك ولا ما صار؟ أبدا طيب حجي ليش كررتوا تطلعوا مدام يعني الزيب بعيد عنك أو قريبة كثيرة؟ كم كيلو عيد عنك يا حجي؟ عشر طيب لما سمعته عن مجزلة الزيب قررتوا ترحلوا أحد طيب اجتمعوا خيتيارية مثلا أخذوا القرار ولا صار؟ ماتي قرار ماتي دعوا ما تطلعش ديش وديش بجينا بدورها شو بده دافع؟ ايش بده دافع؟ ماشي اش ادافع عنه مماشي ادافع عنه شو بده دافع؟ هذا ايش افرد مع مئة خرطوشي مئة طلع تصطيع بروه ايش بقى؟ طيب حجي دون نعم اسبوع طيب حكوه آسف جيش الانقاذ مصحكوا بالخروج من القرية حجي؟ اه قبل ما يغادر قبل ما يغادر اونا هاي الزيب سطل انا بصحكوا نصيحة تطلعوا احسب السيديكم مصار بالزيد وقف على البيضر يا جماعة يا عالم بصحكوا تطلع من البيض بس اسبوع وبترجع بصحكوا نصيحة لان الزيب سقطة وطيران يمكن يؤصفوا هاي كده طيب اسمعت كلامه يا حجي انتو ها وقررت الرحيم طبعا انا بقولك انا مصحكوا نصيحة وانت حرين والله يا عمي شوفي بعد طيب حجي تذكر التاريخ اللي انتو خلاشت فيه من القرية اه اربعتاش اربعتاش اذار اذار اربعتاش مش اذار حجي اربعتاش ايار ايار عبد اللي هو قبل النكبة بيوم ابد طيب حجي اه يعني كمان ثلاثتعشر يوم اه اربعتاشر يوم بصير لك ثلاثة وستين سنة مهاجر يا حج لا بسيطة عمي الدافع الاسئال اسبوع ديسة ما خلف ساحة الدافع الاساسي عمي لخروجك من القرية كان اه مجزة الزيب اولا اه ايضا نصيحة الجيش الانقاضي نصيحة كيف حجي شو كنت تلبس بهذاك اليوم شروال وقميس شروال شروال وقميس ولا شروال شروال واميس والجاكات تتذكر شو لونه الاميس والشروال حجي والجاكات شروال اسوأ واميس عبدال جاكات سورة لا قال ليه زتيتهم عمري ما شرحت زتيتهم وبعدين نحن من نهايتين بطلت تلبس سورة وعقال طب ليش يا حجي شروال لفلسطين والعقال لفلسطين هذا شعارنا هذا شعارنا هذا مبادئنا وهذا طب عمي خروجكم من القرية كان جماعي جماعي مرة واحدة طلعتهم خدها تلت تربعة تيام مظلش ودها واحد تلت تيام فيش حجي طب حجي فقدتوا حجة او نسيتوا حجة في القرية كل القرية طلعت حتى الطاعنين في السنة حج اش ذات واحد اسمه وديع عزاب اسمه وديع عزاب شو هذا وديع عزاب كبير صغير لا كان بسناء انت اربعين سنة اربعين سنة وليش مرضي يطلع الحج اربعين متزوج كان ولا عزابي لا مش عزابي هو وعيلته ظله يحجي ظله وعيلته وشو صار مصيره يحجي كان بهذاك الوقت اربعين سنة تقريبا طيب ما عرفت ايش هو وظله بيقل لا ايش متين طيب اطفال حجي حدا نسي اطفاله احدا 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 العلب كل قلعة بهدو برواء طب حجي اغلقتوا ابواب بيوتكو خلفكو بالمفاتيح اظل الباب مفتوح لما اطلعت تاني مرة سكرتوا جبت المفاتيح معه لما ارجعت سكرتوا يعني طب بشكل عام كان اهل القرية حجي يسكوا وراهم هذا اللي قعد علمه علمه سوا انا بعرف عن نفسي لما انت اطلعت من بيتك انت حكرتوا انت ولا ما سكرتوا بس انا بعرف بيتك لما بيتك كان مفتوح جبت لفرشاته اجيت سكرتوا جبتوا طيب حجي كان عنك اعتقاد انه الهجرة رح تكون لمدة قصيرة لمدة سبوع زمان وراجعة بس بكتير بكتير سبوع عدو خلما عشي بس عشي حجي انتو يعني تأملتوا ترجع او لانه جيش انقاذ قلتوا او لانه قلتوا شي ما مر علينا شي فجأنا كان مرش علينا لا كبير ولا صغير طيب حجي كيف كان مشهد القرية وانت تغادرها ولا اشي احساسها مش بوع راجع طيب الحجي جاه طيب شو اخدتوا معكو حجي ولا اشي طيب طيب ما خدتوش طيب شو الدوابة جمالكو مثلا ابقاركو دوابكو ما اخدتوها معكو حج طيب هذال بسهل بسهل طب بأرضو ما اخدتو هالأشياء هاي طب اخدتوش حبوب حجي ملابس فراش عدوات المطبخ ارجع تانى مرة لا وين بطلع جبل نفسك تطلع فيه شو بديو خداد بيه نفسك تطلع تذكرناه ومنا نذكرك عشان نشوفو هالكلام الاطفال صحو نهر البارد طلعوا طرشين طلعوا بأرض اكبر تجار اغنام وبأرض بأرض مو نهر البارد اكبر تجار اغنام 43 ألت نسمة بينهم وضحاق ونكشع تليم بلحق لبنان شو طلب معان ايش عم نعطون شوية معلمان اي شوية احتضاء خذكها كارتونية أربعين ستين سنة وين يبنوا بيوتين بين ليل وضحاق كانوا هنتين هلا عم فوت على بيته فش بيت إلا أنه سقفة أرض مش تهم أعمل فيها تفوت تسريح وين تسريحها أما أنا تسريح أرض وانا كلها مفوتنا عندها ها تسريحها خالصة ساق من معتوب من سيء إلى أسوأ طيب يا حج وانتوا طالعين كيف كان الطاقس؟ حار؟ معتدل؟ بارد؟ احنا أرثنا كيف كان الطاقس طبعا لما بأربعطاش عيار شو بدي كون الطاقس؟ نار ساعة كنت بالنقورة نعم ساعة كنت بالنقورة طب حجي طلعوكم بسيارات ولا مشي على أقدام؟ جبت في سيارات طالعا بجبت على أقدام يعني؟ طبعا على أقدام إجينا على النقورة والنقورة إجينا على على يطر أخذوا الناس راحوا على حلب كثير الناس راحوا على حلب طيب يا حجي أنا وأبوي وأخوي ومرت أخوي وخالتي مرت أبوي أختي أخوي الثاني أربعة يعني حج أكثر خمسة أنت وأخوك وأختك أخوي ومرت أخوك أه وخالتك وأبوك ستة يعني ستة طيب حجي الآن كم ولد عندك أنت؟ الله خلي لك أنا كان عندي دجينة راح واحدة من 11 كان عندك 12 ستة بستة يا حجي لا أربع شباب وتمان بنات طب وين راح هذا الشاب لتك يا عنا؟ حرب المخيمات حرب حركة أمل؟ نعم شو اسمه الشاب هذا حجي؟ محمد الله يرحمه يا حجي إن شاء الله يكون مثوى الجنة بإذن الله طيب الثلاثة الآخرين شو اسمعهم يا حجي؟ أحمد؟ أحمد ومحمود وطالب طيب أحمد وين هو الآن يا حجي؟ هاي مرته عندي هوني بيشوف يعني هون في المخيم؟ شو بيشتغل يا حجي؟ حداد تربية مطول طيب واللي بعده؟ محمود محمود بألمانيا شو بيشتغل يا حجي؟ هذا كان بيشتغل جفسيين ودقاراتي وهلاك بيشتغل الحمد لله؟ شو بيشتغل يا حجي؟ بألمانيا هلا جريه بوجع وانا طيب وطالب يا حجي؟ طالب كان صحفي وراء مع أبو عمار رأى على تونس لما طلوا على تونس رأى معنا على تونس نعم لما طيرا إسرائي ضرت تونس رأى على السويد وبعده بيشتغل هلا في السويد كيف اتصالك إليها من ألمانيا والسويد يا حجي؟ نعم تواصل فيه يا حجي؟ كل جمعة جمعتين متصل فيه طيب شو عندهم أولاد يا حجي؟ أحمد وطالب ومحمود؟ أحمد عنده شابين وثلاث بنات محمود عنده أربع بنات وولد طالب بشتجوز طيب محمد قبل ما يستشد عليه رحمة الله من زوجتها؟ أحمد عزبك أحمد عزبك طيب البنات الثمانية حج اللي عندك كنهم من زوجات؟ كلها شو عندهم خلفة حج تقريبا؟ أنا عندي تسعة وأربعين حفيد ما شاء الله ما شاء الله طيب شو أسماءهم بناتك يا حج؟ دي كبير اسم حسنى والتاني شي هام وهيام وإيمان وبيكة وابتساب وختاب ما شاء الله وعندك تسعة وأربعين حفيد من الأبناء والبنات يا حج؟ نعم طويل يا عمر طيب الناس عمي وهي طالع من القرية كانت يساعد بعض؟ كانت اللي ولكل واحد يا دوب مقضي راسه يا حج؟ الله خلد أخذها الناس عميدي يعني بشوف ختيار يمكنها ساعده شوية يمكنها ولكل واحد يا دوب مدبر حاله يا حج؟ وعدح الصجرة برتاح بس بما يقصل ساعة باقصل بساعة ونص طيب اي اول مكان عمي وصلتوله هين كان؟ مين؟ انتو؟ جيت ع النقورة اول اش النقورة بس النقورة انطلقت على يعطر كم اعادتوا فيها النقورة؟ يوم تاني يوم جيت عيعتر شو اسمت تانية؟ يعتر يعتر تحت انت جبال ايه طيب عمي كنتوا تناموا في العراء تحت الشجر ولا في بيوت ناس؟ لا بيعتر فيه هناك ابوهي وكارد ضيف وين عندين كم يوم بعد استعجرنا بيت وعدنا فيه استعجرنا طب عمي اللاجئين بشكل عام؟ كانوا ناموا تحت الشجر؟ كانوا ناموا في العراء؟ فيه في واحد طلعه ايه شوية معزر ايجي عبالي اسمعيتها ونفرع فيها قالوا خلي العنزات عندك انا رجعت بخد المجاس مغرقين عليك وطلعا اه الله اكتر شي كان يجي صغف بتربيخة وترشيعة مغرقين اديك اشهل الطريق اديك اشهل نعم اشهل طيب حجي خلينا ناخد استلاحة ونتابع حديث ان شاء الله اشهل 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 انع右